أعلن صندوق التنمية الحضرية التابعة لمجلس الوزراء عن طرح وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية وتضم المحافظات القاهرة القليوبية سهاج الفيوم المينيا الشرقية كفر الشيخ والدقهلية ومن المقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام بنظام التشطيب الكامل مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد بعد التحية بداية مجهودات كبيرة لصندوق التنمية الحضرية في ضوء توجيهات رئاسية بتحسين جودة الحياة بمحافظات الجمهورية أطلعنا حول هذا الأمر والمزيد أمساء الخير أولا طبعا يعني أمساء الخير من شوية أن هم في 8 محافظات فعلا الطرح اللي احنا نزلينه لكن للأصل احنا عندنا حاليا المرحلة دي مخلصين فيها 13 محافظة وعندنا حوالي 24 مشروع لطرحينهم من دلوقتي 12 مشروع فقط يمكن ده الطرح الأول لنا في المشروعات وأعتقد يمكن الناس يعني شافت المشروعات نزل الحمد لله وفي ضغط جديد جدا على الحجز في المشروعات دي عن طريق النمرة اللي هي الهوت لاين بتاعنا اللي هو خمستشل ثلاثة أربعات نعم يعني نقدر نقول الحمد لله ممكن أفت بثمارها المبادرة موادر شرط الرئيس لتطور عواصل المحافظات والمدن الكبرى فالحمد لله احنا يعني شغالين فيها وممكن والحجز شغال ممكن أعتقد أن احنا تجاوزنا نسبة المخطط بتاعنا نعم يعني صدوق التنمية أعلن طرح وحدات جديدة بمحافظات مختلفة مع التسهيلات بأنظمة الدفع ما هي تلك التسهيلات التي ستم توفرها للمواطنين احنا بنقول احنا المقدم يبقى 15% لكل المشروعات والباقي على خمس سنوات يمكن السعر المطروح بيشمل القصة على خمس سنوات لكل المواطنين نعم نعم جزيلا شكرا لك المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية توصل الدولة جهودها لجزب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم تيسيرات ومحافظات كبيرة للمستثمرين وفي هذا الإطار استقبل رئيس جهاز تنمية مدينة فورسعيد الجديدة طارق جمال الدين وفدا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعددا من المستثمين الصينيين لبحث أوه التعاون ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة وفي مستهل الزيارة أجرى الوفد جولة بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة كما استكمل جولته بزيارة المنطقة السكنية بمدينة فورسعيد الجديدة ودراسة إمكانية توفير سكن للموظفين والعاملين بالمصنع المزمع إن شاءه باستثمارات صينية في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدورية بشأن الطلب على الضفط في العام المقبل وارتفعت العقود الأجلة لخنبرنت إلى 76.78 دولار للبرميل بنسبة 22.100% كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية إلى 71.81 دولار بنسبة 27.100% وارتفعت أيضا أسعار المزودة عالمية بنسبة 41.100% لتصل إلى 2.59 دولار للتر كما ارتفعت أسعار الغازة الطبيعية بنسبة 22.2 دولار لتسجل 42.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية توقعها لوصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في 2023 يتي هذا بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف انتاج الطاقة الكهرومائية في الاقتصادات الناشئة والنامية على الرغم من توصل ما يقرب من 200 دولة لاتفاق رائد يهدف للانتقال بعيدا عن الوقود الحفورية في مؤتمر الأمم المتحدة السامن والعشرين للأطراف في دبي توقعت وكالة الطاقة الدولية وصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في العام الحالي مع استمرار قوة الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية كما توقعت الوكالة أن يزيد الطلب على الفحم بنسبة 1.4% في العام الحالي ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة حيث من المتوقع نمو الاستخدام في الهند بنسبة 8% وفي الصين بنسبة 5% بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف انتاج الطاقة الكهرومائية في الوقت نفسي توقعت الوكالة العالمية انخفاض استخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منهما في عام 2023 الوكالة أوضحت أن استخدام الفحم الذي يتم انتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص بعسات الغازات المسببة للاحتباس الحرارية يجب أن ينخفض بشكل أسرع بكثير من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق باريس تقرير الوكالة الدولية توقع أن تسجل الصين أكثر من نصف التوسع العالمي في استخدام الطاقة المتجددة على مدى السنوات السلاس المقبلة مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الفحم لديها في عام 2024 واستقراره حتى عام 2026 وسط توقعات بأن يظل الاستهلاك العالمي أعلى بكثير من ثمانية مليارات في العام ذاته أغلقت برصة الإمارات على ارتفاع بدعم من صعود أسعار النفط وبعدما أشار مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع إلى أنه سيخفض على الأرجح تكليف الاقتراض العام المقبل وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة نصف بالمئة محققا ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي بقيادة مكاسب قوية لأسهم القطاع المالي كما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 12% قال وزير الخارجية البلاروسي سيرجي ألينك إن التجارة البلاروسية الروسية يتوقع أن تكون وصلت إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري وفي اجتماع المشارك لمجموعات وزارتي خارجية بلاروسيا وروسيا في موسكو أضاف أن البلدين واصلات عزيز علاقات التحالف وشاركة الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الخارجية غير المسبقة ما يضمن زيادة وتيرة التفاعل الثنائي ويتجلد ذلك في الاتصالات المنتظمة على أعلى المستويات والتعاون المكفى بين البرلمانات وبين القطاعات والأقاليم أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن حصول بلاده على دفعة قدرها 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل الإغاثة من الأوبئة بحلول نهاية العام الجاري وعقب محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا بوندرلاين قال تاسك إن الأموال التي ستحصل عليها بولندا سيتم تخصيصها لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة